في مؤشر جديد على التواصل الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي أعلن الطهران تسليمها المقر الدبلوماسية التابعة للجمهورية اليمنية لمن وصفته بالسفير اليمني الجديد لديها إبراهيم الديلمي التسليم للمقر الدبلوماسية جاء بعد أسابيع من أعلان الميليشيا تعيين سفير لها في إيران واعتراف الأخيرة بالحوثيين كممثل رسميا للجمهورية اليمنية لديها خطوة الجانب الإيراني دفعت الحكومة الشرعية للتنديد بالاعتراف بممثل الميليشيا وتسليمه المباني التابعة للجمهورية اليمنية في طهران وهو الأمر الذي عدته بمثابة مخالفة صريحة وواضحة لمثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلاة بالشأن اليمني الخارجية اليمنية حملت في بيان لها النظام الإيراني مسؤولية تبعات ما وصفته بالانتهاك الصارخ الذي قالت إنه يؤكد تورط إيران في دعم ميليشيا الحوثي داعية في الوقت ذاته المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة ما اعتبرتها تصرفات باطلة وغير مسؤولة من قبل النظام الإيراني أمام هذا كله يرى مراقبون أن تعثر الشرعية اليمنية في حسم الحرب وبقاءها أسيرة الرياض وأبوظبي يدعو الباب مفتوحا أمام الحوثيين لحصد المزيد من المكاسب ميدانيا ودبلوماسيا مكاسب لم تؤهلها فقط للحصول على حق الاعتراف الأول كسلطة شرعية من الجانب الإيراني الدائم والرائي لها بل ويهدد بحصولها على اعترافات مماثلة من دول أخرى إذا ما استمر حال الشرعية ألا ما هو عليه